السلام عليكم والنهاردة هنعمل مع بعض من أجمل وأخف الفطائر اللي هتعمنوها كمان تنفع معاكم لسحور رمضان الدقيقة خفيفة وهشة وطرية وطعمها في منتهى الجمال فأتمنى تكملوا الفيديو للآخر وتعالوا بسرعة نشوف الطريقة في البداية كده بننزل مع بعض هنا بتلت كباية من الميا وزنهم 80 جرام علقتين كبار من الزبادي هنا وزنهم 70 جرام 8 جرام من الخميرة يعني معلقة ما تكونش مليانة 15 جرام من الزيت يعني معلقة ونص من الزيت 5 جرام من الخل يعني نص معلقة كده من الخل 20 جرام من السكر يعني معلقة كبيرة من السكر طبعا ممكن تستغني عن الزبادي ولكن بتديك بقى نتيجة طحفة جدا في العجينة دي مع معلقة الخل هدي ايه بتخليها الكترية فيها نسبة طراوة حلوة بتديك كمان لون حلوة قوي للعجينة ممتازة جدا جدا فالزبادي بتطلع كمان عجينة طرية وفيها طراوة حلوة قوي بنقلب بقى المقادير كويس وبضيفة عندي هنا كوبايتين ونص من الزي انا هنا بستخدمة عندي هنا دقيق خمس نجوم وكمان هنا بنزل بربع معلقة كده بسيطة من الملحة واقل كمان من ربع معلقة كده بسيطة من الملحة وببتدي بقى أعجن العجينة بتاعتي بالسوائل اللي احنا ضفناها طبعا هنا انت ممكن تحتاج سوائل العجينة بتاعتك وممكن ما تحتاجيش فعلى حسب نوع اللي دقيق اللي انت شرقلة بيه أضيفي هنا بقى كمية السوائل بنشيل بقى الاسباتيول خالص كده وبنبتدي بقى نعجن العجينة كده وبنلمها كده بالسوائل اللي احنا ضفناها ومعايا كده بقى نص كباية من المياه إذا احتاجت مني العجينة بظيف ما احتاجتش يبقى كده خلاص خدت كمية السوائل بتاعتي هي خدت مني بالزبط هنا معلقتين كمان من المياه فممكن تحتاجيهم معلقتين المياه دول وممكن ما تحتاجيهمش على حسب بقى نوع دقيق اللي انت بتبقي كمان مستخدمين ومهم جدا نخدم العجينة دي كويس جدا جدا هتاخدوا ما شاء الله نتيجة طحفة بعد الخبز نزلت كده بيها على الرخامة بقى وبتديت ان انا عجنة عشان ما تبقاش كمان مجهدة ليكي ممكن تسبيها تعجينيها شوي وتسبيها كده دقيقين وانت ترجع في السواني هتلاقي العجينة بتاعتك اتخدمت كويس وبقت عجينة ما شاء الله عليها تحفى بالشكل دوت كده هتدي العجينة معانة طرية وهبتدي اضفلها عني كده 20 جرام من الزبدة يعني معلقة كبيرة من الزبدة طبعا تقدر تستبدليها هنا بمعلقة من الزبدة او تخلي المقدار كله زيت على حسب المتوافر عندي ولكن الزبدة بتديها طعم السامنة كمان بتديها طعم هنا الزبدة بتدي طروا وطعم مختلف كمان للعجينة وكمان السامنة بتديها طعم كده وبتخليلك العجينة كده فيها نسبة دوابان وطعمها برضو بيبقى حل هتحسن ان العجينة فصلت مضفيش ديه خالص استمر في العجل وتاخذي نتيجة الطحفة اللي انت شايفاها دي هتدي ايه العجينة معاكي طرية لينة في ايديك نعمة كمان زي ما انتوا شايفين فبجد اللي جرف جرف كمية كبيرة العجينة ممتازة بجد هديها تطلع معاك وتحفة وتخدمت كويس جدا فانسي بقى اي مشاكل تواجهك بعد الخبز بالنعم بقى سطح العجينة بالشكل دوت كده وابتدي اجيب البولة بتاعتي بقى مدهونة بالزيت واحط عندي كده فيها العجينة بتاعتي عشان تخمر كمان في مكان دفي انا في فص الشيطر ببقى متعودة ان انا ادف الفرن واقفل واسيب العجينة بتاعتي عندي كده تخمر فيه كمان هي عجينة صغيرة مش هتاخد معاكي وقت كمان في التخمير بعد العجينة بقى بتاعتي ما شاء الله عليها كده ما خمر تبصوا بقى شكل العجينة واللمعة اللي فيها وقد ايه العجينة بتاعتنا كمان ملمسها طاري واحنا بننزلها كده حاجة كده ممتازة كنا عملنا مع بعض الفطائر اللي حشناها هنا بمربط الغزر صدقوني فطائر طحفة بجد اتمنى تخش تشوفوا الفيديو هتعجبكم كمان العجينة كويس قوي وهتعجبكم الفطائر جدا 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 احنا عاملين مع بعض الفطائر تنفع معاكم لسحور رمضان حاجة كده ممتازة قسمت العجينة بتاعتي وخليت وزن العجينة هنا كده 30 جرام وكان الحجم دوت في حجم كده البيضاء واكبر منها كده بحاجة بسيطة مهم جدا بقى أثناء تشكيل العجينة ان احنا نغطي العجينة كده بكيس تلاجة بيفوت انظيفة بستريتش راب اهم حاجة تغطيها كويس قوي عشان تغطي كمان النتيجة المرضية اللي انتو شفتوها كده في اول الفيديو تغطي فطائر نكحة وتطلع معاكم ممتازة طبعا مهم قوي بعد التشكيل بقى أسيبها كده ترتاح حوالي كده 5 دقايق عشان كمان تبقى سهل تيل تشكيل وناخد فطائر منتازة جدا جدا بأي حاجة بقى مدورة عندك انا جبت المقوار بتاعي هنا القاعدة بتاعتم قوم مدورة جبت معلقتين من الزيت كده عندي كده في الفنجال بتاعي والعجينة بتاعتي مبططتهاش خالص جبت المقوار كده وحطته في الزيت وبتديت ان انا اعمل فتحة في المنتصف في العجينة ووسع كده الفتحة وانا بعمل الفتحة في المنتصف عشان كمان هنحشي عندي الفطائر بتاعتنا من جوه هي طريقتها سهلة جدا اي حاجة مدورة عندك تبتدي كده تعملي بها الفتحة والمهم جدا انتو احططيها في الزيت عشان كمان ما تلزقش كده العجينة في الحاجة اللي انت شغلة فيها فجمان تدايقك أثناء الشر وهي سهلة جدا سدقني الكمية ما بتاخد معاكي وقت خالص في ثواني كده هتلاقي نفسك اصلا خلصتهم ما شاء الله عليها هي ممتازة العجينة لينة هتشتغل معاكي كده بكل سهولة هتخلصيهم بالشكل دوت كده انا بقى احط فيهم النهاردة هتقلت شاورمة كمان عملت الفراخ كده مكعب فكانت حلوة الحشوة دي بقى مش هنختلف عليها زي ما انت عايزت عايزت حشيها حلوة حشي عايزت حشيها مكس جبن هتطلع معاكي ممتازة جدا بوائلت اللاجة اللي عندنا اللانشون والزتون والجبنة هتطلع معاكي أروع من كده ما فيش احنا كنا عملناها مع بعض في فيديو لو حابيني الوصفة كمان هتخش تشوفوها عملناها فطائر كده بحشوة اقتصادية برضو كانت ممتازة جدا فالحشوة زي ما انت عايزت بتحشي كده الفطائر بتاعتك وبتطلع معاكي كمان ممتازة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده طبعا لو كبرنا العجينة كمان بتبقى كمان حلوة بس انا حبيت اعملها صغيرة كان شكلها حلوة قوي وهي كمان صغيرة بتحطي كده الحشوة في المنتصف وتزبطي كده الشكل بتاحها وتطلع معاكي كممتازة عملنا كده واحدة تانية مع بعض جبت المقوار بتاعي برضو حطيته كده في الزيت وابتديت ان انا افتح فتحة في المنتصف كده في العجينة وزي ما قلتلكم مهم جدا ان انتوا تحطوا الحاجة اللي انتوا شغالين بيها تحطوها في الزيت عشان يبقى سهل ليكو كمان الشغل وصدقوني فطائر طحفة جدا زي ما قلتلكم تنفع كمان لسحور رمضان في مننا ما بيحبش يتصحر بالليل بيبقى عايز حاجة خفيفة كده فالفطائر دي صدقوني ممتازة خفيفة جدا فهتعجبكو كمان العجينة اكتر من الحشوة يعني هي طعمها حلوة اوي بجد بالشكل ده وتبتخلصي الكمية بتاعتي كلها بنفس الشكل بتسبيهم يخمروا طبعا على حسب المكان اللي موجودة فيه من نص ساعة ربع ساعة بعد ما بتخمر بتجيبي ربع كباية اللبن عليها نص معلقة كده من الزيت بيدي لمعة كمان حلوة للعجينة لمش متوفر لبن ربع كباية الماء معلقة سكر ونص معلقة كمان من الزيت تلمعي بيها الفطائر بتاعتي كتاخذي نتيجة الله اكبر ممتازة باللمعة كده الفطائر بتاعتنا كويس اوي وانا كمان هنا ضفت عليها السمسم السمسم اديها شكل طبعا ممتاز جدا وخلاف ان الطعم بتاعها كان في منتهى الجميل تقدر طبعا تستغني عنه ولكن بيدي طعم وشكل حلو قوي للمخبزات بتاعتنا طبعا في الوقت ده انا بكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة متين كمان بيكون شغال من فوق ومن تحت تقدر تسويها في فرن البتجاز بتاعي كعادي شغاليه على درجة حرارة متين قبلها كده بعشر دقائق يسخن كويس تدخل الفطائر في الرف اللي في المص وتسويها انا هنا بقى كمان هنا ما خلتهاش استاوت سوى كامل خلتها كده تاخد لون طلعتها تديت ان انا اضيف عندي ميكس الجبن وهرجع تاني الفطائر بتاعتي للفرن ما ضفتش الجبنة في الاول هتاخد مني لون على طول ومش هتطلع معي حلو فانا خلتها تاخد لوني الاول وبحطت ميكس الجبن ودخلتها عندي كده الفرن تكمل سويها وزي ما قلتوكوا تقدر تسويها في فرن البتجاز مع ان انتو تدوروا الصينية كده عشان تاخد لون موحد اول ما تاخد لون من تحت لون دهبي شغلي الشواية بتاعتيك وطلعيها كده من الفرن ونغطيها بس كده لمدة خمس دقايق هتاخدوا اجمل واحلى فطائر عملتوها ممتازة بجد 300 جرام يعني الكوبيتين ونص من دي هتطلع لكم 20 قطع من الفطائر طعمها ممتاز جدا جدا اللي يجرب والله يجرب في كمية حلوة هتاخدوا وزي ما قلتوكوا تقدروا كمان تعملوها لصحور رمضان تعملي منها كمية تسويها كويس وتخليها تبرد تعبيها في الكيس تحطيها في الفليزر تطلعيها تفك تحطيها في الفرن تسخن صدقيني اكنك لسه عاملها والعجينة زي ما قلتلك ممتازة تقدر تعمل منها مخبوزات كتير جدا قدي ايه خفيفة زي ما انتم شايفين درجة السوى بتاعتها ما شاء الله عليها تحفة جدا جدا نتيجتها والله تحفة الحشوة اللي انت عايزاها وزي ما قلتلكوا احنا عملنا هنا مخبوزات وفطائر كتير جدا على القناة اتمنى تخشوا تشوفوها هتعجبكم جدا جدا وكمان كده هنفتح واحدة مع بعض وتشوفوا قدي العجينة ما شاء الله عليها حل وقوي قوي قوي فاتمنى منكم هنا تجربوها واتمنى كمان منكم اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كمان يصلكوا كل جديد من المطبخ مريم وما تنسوش هنا اللايك والشير ترجمة نانسي قنقر